السلام عليكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير محبب بكم في كوزين شهر زاد مطبخ شهر زاد اليوم ما شاء الله جيبت لكم هذا التحلية اللي هي شبهة التشيز كيك لكن تحلية رائعة لصهرات الرمضانية ان شاء الله تعجبكم حاجة الأولى اللي بديت بها احكمت 300 جرام يعني زج علب تاع بيسكوي ورحيتو زدت عليه 150 جرام تاع زبدة تكون دايبة دايما القاعدة تعنا تكون يعني كمية البيسكوي نزيدو لها نصف بكمية تاع الزبدة الزبدة تكون دايبة كما تلاحظو وبردة باش هكذا باش ما يتشمخناش هادك البيسكوي تعنا ويقعدنا دايما اكروكو كما تلاحظو هنا نقعد نضيف هادك الزبدة حتى كنت حصل على هاد القاوام إذا ما تحصلتوش على هاد القاوام زيدو لها بشوية زبدة يعني زيدو لها قاس مغاف كبيرة هكذا كتاع الزبدة حتى كنت تحصل على هادك القاوام لهنا يا استعملت انا هاد المول يكون كاغي إذا عندكم ندور استعمله هاد يتفتح متحت ولات قدو تستعملو ان ساخسو وحطوه على قاعدة باش هكذا تجيكم العملية سهلة لهنا يا حطيت هادك البيسكويتاي في هاد المول ونقعد نخدم به بهذا الشكل في المغرف كما كنت لاحظو إذا حبيتوها على شكل تشيز كيك اقعد ما تطلعوش ميدو بريفيرانس انا ينحب هكذا يعني يكون شوية طالع البيسكويت باش نحس فغامو هادك الكروكون مع الكرام تاعي كما كنتلاحظو من بعد نخليها في الثلاجة يعني حندخلها دخل مجمد باش هكذا نخدم الكرام تاعي سوخ بلاس ويوم مامتون البيسكويتاي راهو رايح يشد روحو يعني القاعدة تاعي راح تشد روحو نحو لهنا يا الكريمة الي هو الكريمة ووجدرت بدرت تسمع 900 ملليليتر تاع الحليب يعني غير 100 ملليليتر تاع الحليب حطيتاعليها 3 مغاف كبار تاع السكر يعني الزيته بان جنغوس ونزيد عليها المايزينة مايزينة تانيك 3 كبار 3 مغاف كبار تاع المايزينة ونزيد عليها لفاني أنا استعملت هذه la vanille parce que اجبتني ارحتها دوم اتقادوا تستعملوا la vanille liquide ولا امودر كيما تحبوا والا مم تستعملوا ديو سكر vanيي لانا استعملت حطيت la vanille تهي ونخلط الكل مع بعض. vous pouvez remplacer la مايزانة تقدوا تستعملوا بدل الميزانة تقدوا تستعملوا فرينا. مي حدنا كما قلو حنينا في الفم وبالجخصة بلا مايزانة خير. نخلط البارد في البارد. من بعد نحطها فوق النار على النار قليلة ونقعد نخلط حتى كنت حصل على هاد القوام اللي هكوت لحظو فيه. الهنية نروحوا الاضافة للكريمة. ليه هي الماس كخبون واللي تقدرو هي 308 جرام. انا احطيت الابوات كومبلت. انا احطيت الهنية في هاد هاد العلبة فيها 370 جرام. دوما تقدو تحطو 300 جرام تع جبل تازج. يعني دو فرماج فري. هاداك البتي سويس تعنا. حد ستقاملكم واقعي لاقص 6 حبات تع الفرماج فري. مي مع الوقت راهو كل الشجاز يعني ولا غالي. دونك دو فريفرانس. انا شيت بسكاح التحليف لمن بخي. شريت هاد الماس كخبون. ليس عملتها حتى طيني تاني قوام بزاف شباب. مين فرماج ريجيم يعني فرماج فري رايح يعطينا تاني قوام في شباب. انا يالي هنية كا اضافة بلس هنستعمل هاد ال هاد الابات اه لاباتة فري. اه مجيش حلوة بزاف. هنستعملت على لغو انا لا. انتم ما تقدو تستعملو اي اه 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 تقدو تستعملو اي باطة فري اللي حبيتوها تال فوغاش ولا تقدو تشوي تانيك من بتاع الميزان تقدو تشوي تانيك بكمية صغيرة. فعن مواد اللي بيعو المواد تال الحلويات تقدو تستعملو تانيك اناباش كي ما احبيتو. لهنايا كي ما نلاحظو حطيت هديك الكريمة مباشرة فوق ذاك البيسكويت اللي كان في المجمد وخرجتو. اه حطيت هاكده هادي لاباتة فخوي. حطيتها هاكده في دخل هاديك الكريمة. حطيت قسمه وروفه ونص كما شفتو. باش تطيني هاديك بلوس كفيها للمقصود فخوي هاديك لابات. لاباتة فخوي. ضنك باش تطيني الدبقش باب للتحلية تعنا. من بعد اللي ها اه سويت السطح تاحا كما كنت لحضو. ودخلتها داخل المجمد. قسها كده قسم الساعة. ومن بعد خرجتها حطيت عليها هادي لاباتة فخوي. اه لما كفخوي اوخ ستكون احما جيش حلوة بساف وجي بزاف بنينة. يعني تتبع حوالي ربعمائة ربعمائة دينات جزائري. كما كنت لحضو ايه حطيت الناباش تاعي ولا الناباتة فخوي تاعي من الفوق. وخرش ودخلتها من بعد زيت دخلتها قس ربع سوايع في الثلاجة. يعني هادي التحليات قد وا ديروها صبح. هادي التحليات قدوا ديروها صبح. ومع لحشياء ومور الفطر ولا في رمضان مور الفطر. اعتقدوا تستهل الكوها. لهنا يا بعد ما بردت خليتها قدتكم ربع سوايع داخل الثلاجة. مع اللول حطيتها ثلاثين دقيقة في المجمد. باش تشدلي روحها والطبقة السطحية. اه نقدر نحط عليها هاديك لاباتة فخوي. من بعد حطيتها في الثلاجة قيس ربع سوايع. لازم تشدروا حملح كيمانكم تلاحظو. وبعد لهنا جليد مولي. جاي جمال مع هادا اللمول بلوس خادا اللمول جديد. بس باش شفتها ما كدبش عليكم. لهنا يا هاي لك النتيجة تحت تحلياتنا. ليه هي شبيهة التشيسكيك. الاندتها لطاريختي. الاندتها لطاريختي. الاندتها لطاريختي. الاندتها في المواقع الاجتماعي. مي ستقولون احا تستاهل يعني احا تستاهل التجربة. هاي لك لحنا يا حان قطع معكم. ستقولون احا تجي بزاف. نينا تقدروا اي نوع تلفاكيها لحبتو. كاين فخيز. كاين تقدروا مم ان كوليد فخيز. ولا ان كوليد. نمبرت كالكولي. ولا لاباتاس بيكولوس. ولا اوغيو. ولا كي ما تحبو. من الفوق. الدوق على حسابكم. انا اعطيتكم طريقة. ان شاء الله هتعجبكم. شوفوا الهنا يقومتها كيف شرحي. شد روحو. وتجي بزاف بنينة. عندها دوق شباب. اذا ما قيتوش لماسكارتون. تقدو تستعملو فخماج غيجيم. ما يحطيح لكم. في المين بري. مع لماسكارتون. ستكون بزاف بنينة. ان شاء الله هتعجبتكم. ما تنسى منيش بانتجام. ادو بارتاجي الفيديو. ونقولكم مرحبا بكم في معنى استغرام. لا رحين تلقاوه في صندوق الوصف. ونقلكم الى اللقاء وصفة جديدة ان شاء الله.